اشتركوا في القناة هو أفضل دليل على سوء أخلاق محمد من ناحية وحرج علماء الإسلام من ناحية تانية تعالوا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة الشيخ عبدالله رشدي ومحنة سبايا أوطاس مشاهدين احنا بالتأكيد هنكون في انتظار مشاركاتكم ولكن بعد ساعة من الآن هنبدأ ناخد ويمكن يعني مكالمة أو اتنين هناخدها منكم لأنه المادة كثيرة عنده وحيد تعالوا نرحب به ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طبعا يستسنى الشيخ عبدالله رشدي في أي وقت حابب يتصل أنا برحب باتصالك وتاخد الوقت الكافي بتاعك لو حبيت الأسبوع السابق حضرتك رديت علي في موضوع زواج خديجة وبنعمة الرب أجهز رد على الفيديو اللي حضرتك عملته لو مش الأسبوع اللي جاي عشان عايز أعمل شيء مدروس كويس يكون الأسبوع اللي بعده لما عملت حضرتك الفيديو بتاع خديجة المسلمين شكرواك وباركوا وهللوا لما جيت أنا أرد على حضرتك مش عارف بعض المسلمين زعلنين ليه مش عارف على كل الأحوال يجب على اللي زعلنين أنه يتعلموا أنه طالما أعطيت نفسك الحق لازم هذا الحق أيضا متاح ومباح للآخر ربي بارك حياتكم جميعا طيب خلينا نشوف إيه الموضوع بتاعنا الأسبوع اللي فاتح نسمعنا الشيخ وسيم في اعترافات صعبة ربما صادمة لبعض الأحباء المسلمين بأن الشيوخ رجال الدين يخفون مصائف الإسلام نعم وأنه تربى بينهم فواضح أنه فاهم هو بيقول إيه نعم اليوم نعاوز أسمع جزئية صغيرة للشيخ وسيم يوسف ومنها ندخل في الموضوع بتاعنا بخصوص الشيخ عبد الله الرجلي طيب خلينا نسمع فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى موجود بكتب الفقه حكما الدابة والغلمان وهذه الأمور موجود دونت في كتب الفقه بس هم ما يحبون نتكلم في هذا الأمور يقولك لا تبرز هذا الأمر العامة لا أخفي أخفي العامة لا يصلح أن تعطيهم تعدد آراء أعطيهم رأي واحد موجود لا يصلح أن تعطي الحقيقة كاملة أعطي الشيء واحد وخبي الباقي ده كلام الشيخ يوسف نعم وسيم يوسف فهل الكلام ده يعني صحيح فيما سنناقش اليوم في حلقة اليوم بمعنى هل الشيخ عبد الله رشدي هو بيتكلم عن سبايا أو طاص أخفى شيء كان يجب أن يتكلم فيه الكلام ده هنناقشه بس خلينا نسمع ونشاهد الشيخ عبد الله رشدي في فيديو رقم اثنين ونرجع مرة أخرى حتة أخيرة فأنا عايز أتكلم عنها وهي غزوة أو سبايا أو طاص لما حصل بعد غزوة حنين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى أو طاص وكانوا يعني معتدين أو كانوا يعني محاربين أو مشاركين في معارج ضد الإسلام لم يكن بينهم وبين المسلمين لا سلام ولا أمان ركزوا على حتة دي كويس جدا فالمهم أن أهل أو طاص دول كانوا مشاركين فحصل سبي لبعض الرجال والنساء لما حصل سبي لبعض الرجال والنساء هنا بقى بيجي وقولك إزاي أن هما كانوا الستات دول متجوزات وأخدوهم المسلمين واغتصابوهم لو قلنا بشي حاجة اسمها اغتصاب ده رقم واحد رقم اتنين والمسألة المهمة جدا 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 عندنا أن النساء دول كنا مشركات والإسلام لا يبيح للرجل المسلم أنه يعاشر السابية ولو برضاها ولو عملت له اللل كده ما دامت مشركة لازم تكون كتابية عن يهودية أو نصرانية ده الحل الوحيد اللي هو يجوز له معاشرتها أو يجوز أن هو يعتقها ويتزوجها تبزوجها طبيعية إذن لم يبيح الإسلام وطء ساباية أو طاص لأنهن كنا مشركات اللي حصل إيه بقى أنهن دخلنا بعضهن دخل في الإسلام ده كانوا مشركين أصلا أو مشركات أصلا وأزواجهم مشركين والإسلام حرم نكاح المشركة بوطء بملك يمين بجنة أزرق بأي حال من الأحوال لا يجوز فبعض الستات دول أسلموا فلما أسلموا الصحابة سألوا سيدنا النبي هنعمل إيه دول كانوا متجوزين في الجاهلية قال لهم لا انقطع عقد الزواج بما أن هي أسلمت خلاص أسلمت وعايزة الإسلام إذا مستحيلها ترجع لبيئة الكفر وبيئة الاعتداء وهي مش عايزة طيب بعد الكلام ده أنا حابب أسأل الشيخ عبدالله رشدي هل وحضرتك بتتكلم عن سبايا أو طاص وتكلمت باسم الإسلام فقلت الإسلام لا يبيح هل قلت كل الحقيقة ولا في شيء حضرتك أخفيته ده اللي احنا عايزين نشوفه النهاردة ماذا عندنا في محنة سبايا أو طاص من خلال كلام الشيخ عبدالله رشدي هل فعلا أخفى أمر ما هل كان صادقا في كل ما قاله خلينا نلخص الكلام بطا حضرتك في التالي واحد حضرتك قلت سبي النساء من أو طاص كنا مشركات الإسلام لا يبيح للرجل المسلم أن يعاشر السبية ولو برضاها ولو عملت له اللي كده ما دامت مشركة إذن لم يبح الإسلام وطء سبايا أو طاص لأنهن كنا مشركات الإسلام حرما نكاح المشركة بوطء بملك يمين بجن أزرق بأي حال من الأحوال لا يجوز اللي حصل أنهن وبعدين أدرك نفسه بسرعة الكلام ده يمكن أنت ما تلاحظهوش لأنك ما درستش الموضوع بس لأن درست الموضوع أعرف كيف استدرك الشيخ عبدالله نفسه وبسرعة هتعرفوا الكلام ده لما تحضروا معانا الحلق قال إيه بقى اللي حصل أنهن وبعدين رجع بعضهن دخلنا في الإسلام فبعض الستات دول بص الفائل اللي حطاها هنا بعض الستات دول أسلموا فلما أسلموا الصحابة سألوا النبي بعض الستات أسلموا فلما أسلموا سألوا النبي خلوا بالكم من الكلام ده خلي بالك معايا عزيزي الشيخ عبدالله رشدي ثم آخر جزئية فلما أسلموا سألوا النبي حنعمل ايه بعدين حضرتك بتعلق طالما هي أسلمت خلاص أسلمت وعايزة الإسلام مستحيلها ترجع لبيئة الكفر وهي مش عايزة ده ملخص ما قاله الشيخ عبدالله رشدي في أن سبايا أو طاس كنا مشركات والإسلام بيتكلم باسم الإسلام نعم ولما أقول الإسلام بيتكلم في تاريخ الإسلام يعني ده الإسلام هو كده الإسلام لا يبيح لا بنقى وطء الصبية لا بنكاح ولا بجن أزرق وطء المشركة لا يجوز نعم فأنا هبدأ معاك وبسرعة كده يا شيخ عبدالله هبدأ معاك بهذا العنوان إباحة وطء الصبية الوثنية المشركة دون شرط الإسلام مش مهم الإسلام عكس اللي بتقوله حضرتك تماما الكلام ده فين المغني على مختصر الخرق الابن قدام الحنبلي ده فقه حنبلي ده من أكابر الحنابلة ومش هقول العنوين كلها لأنه كسبا للوقت روى أبو سعيد أن رسول الله بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس أوطاس فأصابوا منهم سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن وعنه أن رسول الله قال في سبايا أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيد حيضة وهو حديث صحيح ثم يكمل وهم اسمع الكلام بقى عبدت أوثان وهذا ظاهر في إباحةهن ولأن الصحابة في عصر النبي كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدت أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك مش عشان هم عبدت أوثان يتحرموا ما كانوش بيشوفوا تحريم أنتقل معاك إلى سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام وده كتاب في شروح الحديث تقرأ بعد كده أو المشاهدين عز الدين الأمير الكحلاني إلى آخره قال أبو عبيدن البكري أوطاس واد في ديار هوازن والحديث دليل على انفساخ النكاح المسبية ودلت أيضا كلام خطير عكس اللي بتقوله يا شيخ عبد الله ودلت أيضا على جواز الوطء ولو قبل الإسلام ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو وثانية مع أنه حضرتك دلوقت بتقول لازم تكون كتابية لا بالجن الأزرق ولا 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 كنت بتخبذ وانت عارفه وإحنا بنتكلم عن أوطاس أنتقل معك إلى زاد المعاد في هدي خير العباد لعالم كبير عنديكم مشهور ابن القيم الجوزية وابن القيم الجوزية بصراحة هو على قمة هؤلاء في هذا البحث يعني في هديه في الأسارة وذي حتى أنا خدتها حتلاقيه في العنوين هديه والهاء راجع على محمد رسول الإسلام هديه إيه في الأسارة؟ الهدي بتاعه جزء ثلاثة صفحة مية وثلاثة قال ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام عكس كلامك بل كانوا يطأهن بعد الاستبراء وأباح الله لهم ذلك ما كانوا يتوقفوا على الإسلام ده فين؟ أنا عارفك أنت جبت كلامك من فين؟ وحقول لك فين المشكلة؟ لكن خليني أكمل معك في البداية اسمعي الكلام الخطير بعد ما قال هنا بل كانوا يطأهن بعد الاستبراء وأحابوا وباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام بل قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فأباح وطء ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء نحن هنا شايفين واضح جدا كلام رسول الإسلام في وقته في عصره عفوا كلام ابن القيم الجوزية في عصره وهو بيبيح هذا الأمر وبيقول أنه كانوا لا يقفون عند الإسلام ولا يشترط الإسلام أكمل هنا في ابن القيم الجوزية وخليك معايا شيخ عبد الله يقول وقال له محمد محمد رسول الإسلام بيقول له واحد اسمه سلمة ابن الأكوع لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي بحلف هذا الرجل يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا شبك ابن القيم بعلق بيقول لك ولو كان وطئها حراما قبل الإسلام عندهم عند مين عند الصحابة ومحمد لم يكن لهذا القول معنا ما كانش لي معنا ولم تكن قد أسلمت لأنه قد فدي بها ناس من المسلمين بمكة والمسلم لا يفادى به هذا الكلام كان في جزء ثلاثة في جزء خمسة يقول ابن القيم فمقتضى السنة شايف الكلام ده خطير إزاي يا شيخ عبد الله مقتضى السنة سنة رسولك ونبيك وعمل الصحابة يعني السنة بتاعت الرسول وعمل الصحابة في عهد رسول الله وبعده يعني بيكفر لك الموضوع من كل ناحية سنة محمد الصحابة واللي بعده وهو الإسلام يعني بعد دول في إيه إسلام تاني مش مفروض يكون فيه جديد ما فيش إسلام الإسلام يعني لم يبيح صحيح طيب الإسلام لو شلنا محمد وشلنا الصحابة مين هو الإسلام عشان كده دي الورطة بتاعت الشيخ عبد الله هو تكلم وقال الإسلام لم يبيح صحيح الرسول أباح نعم صحابة أباحه هنصدق مين هنصدق الشيخ عبد الله رشدي ولا المحندية نعم اللي بتكلموا فيها العلماء نعم ثم يقول اسمع الكلام هنا في عهد رسول الله وبعده جواز وطء المملكات على أي دين كنا على أي دين فحضرتك جيد بتتكلم باسم الإسلام وتاريخ الإسلام والإسلام لا يبيح لا بجن أزرق ولا طب هو الإسلام مين مش محمد بيمثل الإسلام مين مش محمد والصحابة ده العصر خلينا أروح لك للسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ودافق حنبلي للشكان يقول ومن ذلك أكله أكل بيتكلم عن محمد لطعام المشركين وتسويغه لوطء المشركات المسبيات بيقول لك إيه قبل إسلامهن وغير ذلك بيقول لك ده عادي أنت من فين طلعت حكمت بأن الإسلام وشلت محمد والصحابة برا وبتتكلم من الأئمة أنت مش جايب من محمد والصحابة أنت جايب فقه أئمة وحنمشي في الموضوع وسأقول لك ما الذي حدث أذهب إلى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للشكان أيضا يقول وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام لا يشترط طيب وبعدين ولو كان شرطا لبينه محمد نعم لبينه ولم يبينه اسمع الكلام الخطير ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها طبعا يعني جاء محمد وزع السبايا لو الموضوع ده مهم مفروض على طول يقولهم خلوا بالكم لازم يأسلموا في الأول لازم السبايا تأسلم قبل ده وقتها ده الحاجة صح متأخرش إزاي تأخر البيان عن وقت الحاجة وذلك إيه وقتها أذهب معك إلى تهذيب سنن أبي داود في متون الحديث لابن القيم وأيضا في حاشية ابن القيم يقول وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي من العرب وكانوا يطأهن بإذن النبي خلي بالك من الإذن دا بإذن النبي ولم يشترط في الوطء غير استبرائهن لم يشترط إسلامهن مش شرط ثم يكمل علشان يعني يرسخ كلامه بأحداث حصلت في عصر الصحابة في عصر محمد فماذا يقول يقول وقد دفع أبو بكر إلى سلم ابن الأكوع امرأة من السبي نفله إياها من العرب وأخذ عمر بن أمية من سبي سبي بن حنيفة وأخذ الصحابة من سبي المجوس ولم ينقل أنهم اجتنبهن لم ينقل الجزئية القادمة مشتركة بين سبل السلام بلغ المرام من أدلة الأحكام لعز الديل الكحلاني وبين زاد المعاد في هدي خير العباد والمراجع قدام حضرتك ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمزي في جامعه عن عرباض ابن سارية أن النبي حرم وطء السباية حتى يضعن ما في بطونهن فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء طبعا فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولم يذكر الإسلام لس البقية فيها إكمال وإكمال مفحم بصراحة من علمائك يا شيخ عبدالله رشدي ماذا يقول يقولان الحقيقة ورد يقولان وفي السنن والمسند عنه لا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولم يقل حتى تسلم ثم يقول ولأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حتى طحيد ولم يقل وتسلم ثم وفي السنن عنه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيد حيضة واحدة ولم يقل وتسلم يعني أنا شايف هنا يا شيخ عبدالله رشدي أنه يقرأ ما يقرأ الآن من العلماء هو بصراحة عكس ما ذكرت حضرتك تماما عايزة أذكر جزئية شايفك عايزة أتعلقي في هذا الإطار بس من الجزء الخامس لأنه ما ذكرنا لابن القيم كان في الثالث الجزء الخامس اسمع الكلام الخطير ده حباء المسلمين التفتوا إلى ما تسمعون ودل هذا القضاء النبوي قضاء نبوي من النبي بتاعكم محمد على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين وطء مين لا محتاجة جنة أزرق يا شيخ عبدالله ولا تعملوا الللي ولا أي شيء بيتكلموا عن أطاس وما في ذلك الوقت يقول لك الإماء الوثنيات بملك اليمين وثنيات فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات وحضرتك ذكرت أنهن مشركات ولم يشترط رسول الله في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع كان لازم يقوله دلوقتي ممتنع كده أنا ممكن أقول لك أنا خلصت الرد بتاعي كافي جدا أنك أخفيت كل هذه ولم تقلها للأحباء المسلمين ولكني لن أكتفي ففي الجعبة ما يزال الكثير ولكن السؤال ألا يستحق الأحباء المسلمين أنكم ما تخبوا هذه الأشياء عنهم ولما تيجي تتكلم حضرتك ما تتكلمش في المطلق وتقول الإسلام لا يبيح وطلعت من الإسلام محمد والصحابة ما الذي تبقى لك في الإسلام لما بتطلع رأي محمد مش رأي هادي محمد رأي إيه ده هو ده هو صاحب صاحب الدين وصاحب الكلام ده كان الجزء الأول العنوان الأول لم يشترط الإسلام في وطء المسبية بتكلم تحديدا في عصر محمد والصحابة عندك التعليق أنا عندي نقطتين أنت دلوقتي يعني بتتساءل أو يعني شايف أنه هو ليه بيخبي أنتوا ليه بتخبوا ده يخلينا مع الأحباء المسلمين طبعا بالذات العامة اللي هما مش عايزين يطلعو لهم الكلام ده أنت مش عايز تطلع لأنه الكلام ده أنت شايف مخجل يعني الشيخ عبدالله رشدي هو خجلان من تشريع محمد عشان كده بيخبيه وعارف أنه لو طلعوا كمان نفس الموضوع عند المسلم مش هيقبل للمسلم الكلام ده فحيشعر بالخجل هيعمل ايه المسلم هيسيب دينه أكيد أو هو ده المتوقع مثلا في النهاية هيبقى شيء مخجل ومش مكبول طيب سؤالي أنا ليه الشيخ هل حضرتك أشرف من محمد على أساس على أساس أنه هو مش قابل هو بيدس ليه لأنه مش قابله هو بيخبيه لأنه مش يعني شاعر بالخجل منه إذن أنت أشرف من محمد ببساطة هو ده جائز يكون زي ما يعني حضرتك ذكرته وفي اتجاه آخر هو راح للأئمة ورمى محمد والصحابة ساب محمد والصحابة اللي هم بصوا كده أنا عايز رأي الأئمة أي ورأي الأئمة اللي هو بيقول إيه أنا هقول لك بعد شوية بيقول إيه رأي الأئمة مش هو اللي قال ولا يجوز وممنوع يعني إذا كان هو رأي وهو رأي الأئمة طيب أنت مسكت في حاجة وزي ما أنت بتقول سبت محمد وسبت الصحابة يبقى أنت خجلان من تشريع محمد واللي هو في النهاية أنا فجئت أنه آية قرآنية اللي هو المحصنات من النساء إلا ما ملكت طبعا هي نص قرآن يعني مش مجرد حديث عشان بعد شوية الناس تقول ده حديث يعني اتضح لا هو ما هو قادم هو مرسخ أسوأ طبعا يعني ما هو قادم في هذا البحث البحث إذا أخذ مجهود مضني مش مستهل نعم لكن حنمشي خطوات طيب فهنا إذن إحنا دلوقت قدامنا صورتين صورة لعصر الرسول والصحابة نعم فيها يباح وط المسبية نعم والمصدر الذي أخذ منه الشيخ عبدالله رشدي نعم وهو مصدر الآئمة طيب طيب السؤال بقى اللي أنا بسأله في هذا العنوان هل وقع تغيير في عصر الأئمة غير الذي كان في عصر محمد والصحابة وتحديدا هنا أتكلم عن السبية الوثنية أو المشركة تغيير في التشريع يعني طبعا في الأحكام هل غير الأئمة وأنا بسأل بسأل بناء على ما سأقرأ ولي حق التساؤل هل غير الأئمة في بعض هدي محمد كما سمعنا العنوان من شوية في بعض أحكامه في موضوع السبية سنرى كيف يكشف العلماء هذا الأمر بشجاعة في مستوى شجاعة الشيخ وسيم يوسف نعم أنه فيه أشياء بتخبى فين الكلام ده اللي تحس به نروح إلى تحفة الأحوذي بشرح جامعة الترمزي لعبد الرحيم بهادر المبارك فوري في كتاب تفسير القرآن قال النووي اسمع آل النووي إيه أعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطوها بملك اليمين حتى تسلم أنا عارف الشافعي قال كده أنا عارفه هو قال كده يعني شوف الكلام ده السلاقي هنا لما بيقول النووي أنا عارف مذهب الشافعي بيقول كده وعارفه أنه بيقول لا تحل طيب ما دامت على دينها فهي محرمة ده المصدر بتاع الشيخ رشدي اللي هو الأئمة فقال إيه وهؤلاء المسبيات كنا من مشركي العرب عبدت أوسان فشايف المشكلة النووي طيب نعمل إيه قدامنا مشكلة أنا عارف ده منهج الشافعي نعم ودول كانوا وسانيات مشركات طيب إيه حلك قال لك فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمنا إحنا مضطرين نأول مش دليل نعم نأول نفسر أنهن أسلمنا نألف نألف وبعد كده يقول إيه وهذا التأويل لا بد منه انتهى لا بد منه عشان نحل الموضوع نعم يعني عندهم تأويل وليس دليل لا من محمد لا عندهم دليل من محمد ولا من الصحابة ده رأي الشافعي والأئمة غيره من العلماء غير غير تماما اللي في عصر محمد نكمل مين اللي ردله بقى وطلع له تسمعي الكلام بقى وهذا التأويل لا بد منه انتهى راح رد عليه الشكاني بيقول له ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط خلينا كبر كده ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ولو كان شرطا لبينه ولم يبينه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها خيس أروح لسبوه للسلام شوف سبوه للسلام بقى عمل إيه في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام عز الدين الأمير الكحلاني يقول وذهب الشافعي وغيره الله ذهب الشافعي طيب والشافعي ده مش قدامه محمد والصحابة وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وطء المسبية بالملكة حتى تسلم إذ لم تكن كتابية وسبايا أوطاس هن وثنيات فلابد عندهم من التأويل لا بد عندهم ما عندهمش حل شوفي بالتريج عليهم إزاي يقول لك لا بد عندهم بتكلم على شيوخك تكلم على أئمتك اللي انت أخذت منهم لا بد عندهم من التأويل بأن حلهن أو حلهن بعد الإسلام بس بيرد بيقول لك ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوة قد عرفت أنه لم يأتي دليل بشرطية الإسلام أنا عارف ما في دليل فإن كان هناك من أسلم من هنا ما كان شوفنا هذه المعركة كان كل واحد قدم دليل لا فيه دليل ما عنده دليل عنده إيه؟ عنده تأويل لما كنا شوفنا هذا العراق بين الأئمة وما كناش شوفنا ابن القيم وغيره بيقولوا فين الدونة دليل دليل في تحدي بعد شوية هي يجي بالمناسبة ليس هذا الأمر الوحيد في ملك اليمين اللي الأئمة غيروا في أمور أخرى مش هعرض لها الحلقة دي حسيبة الوقتها وقتها فين لما ربنا عالم بوقتها لكن في أمور أخرى في ملك اليمين غير اللي في عصر محمد كويس؟ طيب ما ده برضو بيحطنا في نفس القالب يعني أنه برضو الأئمة برضو عندهم خجل من تشريعات محمد صحيح يعني هم بيشعروا بالعار أنه ده تشريعات وبيحاولوا يعني أنت في أي أكتر من إمام جاي بعد كم يروح يغير تشريع لمحمد هو المشكلة دلوقتي بتاعة الأحباء المسلمين أو حتى الشيخ عبد الله رجلي ما هالعلماء دول هو طلع تكلم باسم الإسلام والإسلام لا يبيح وقال كلامه في المطلق طيب أنت ليه بتخبي الحقائق دي طالما هي موجودة ليه ما بتتكلم عن سبي أو طاص زي ما هو كده موجود ليه بتخبي كلام تطلع تتكلم عن كلام أئمة وبتخبي كلام سنة محمد والصحابة اللي كانوا عليها نعم طيب خليني أقول لك دليل مهم جدا في هذا العنوان التالي محاولات للتوفيق بين عصر الأئمة وهدي محمد والصحابة ما هو كل واحد عنده رأي دلوقتي المحاولة الأولى ربما قد أسلمنا قبل الوطن ربما في تهزيب سنن أبي داود وحاشية ابن القيم وسأل محمد بن الحكم أحمد عن ذلك عن ذلك يعني أسلموا ولا ما أسلموش فقال لا أدري أكانوا أسلموا أم لا دي المحاولة الأولى طيب المحاولة الثانية وهي تكشف وتكسر ظهر من يقول أن في عصر محمد لم يكن هذا الأمر إيه هي بقى طيب خلينا نقول أنه الموضوع فيه نسخ فهي محاولة يعني ضدهم مش معهم ليه خلي بالك تلما تقول كان موجود بس تنسخ يعني كان موجود أنت اعترفت طالما تكلمت عن النسخ يعني تكلمت عن حكما كان موجودا يبقى أنت بتأكد أنه كان موجود في عصر محمد والصحابة بس تشوف الرد على النسخ دي المحاولة الثانية نسخ حكم وطء المسبية المشركة في التهزيب وفي الحاشية قال ابن عبد البر إباحة وطأهن منسوخ الله يعني أنت عبد البر المتفق مش عاوز تطأ الوثنيات أنت بتقول منسوخ يعني كان موجود بس تشوف الرد منسوخ بقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمنه بس قال له إيه وهذا في غاية الضعف خلينا نقول أنه كان حكم موجود إباحة وطء المسبيات بالمشركات على أي دين كان بس تنسخ وهي يعني محاولة النسخ في حد ذاته أكبر دليل على الاعتراف صحيح إنه كان موجود نعم بيبحثوا عن نسخ بيبحثوا عن أي مخرج لأنه ما عندهم دليل عارفة لو فيه دليل صحيح كان قدموا الدليل صحيح والصحابة ولم تجرؤ أن تقول كلمة وأنت تتكلم عن وط السبايع خبيت دي وطلعت تتكلم باسم الإسلام وتاريخ الإسلام إنه ولا الللي معرفش أنا الللي حسأل عنها بعدين أنا بفهم إنه يعني مهما عملت يعني بعدين تكلمت حضرتك عن عن لا جن أزرق ولا ملك يا مين ولا ولا الكلام مش كده هذه قدامك المراجع بتاعتك بتخبيها ليه لماذا تخجل من هذه المراجع ثم يقول في النسخ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال لك كده وهذا في غاية الضعف ليه بيقول لأنه في النكاح ده في الزواج مش في الوضع ده في النكاح وبعد كده ولا يصح لاحتياجه إلى دليل مش صحيح تحتاج إلى دليل هنا يبقى سؤال مهم جدا إذا كان درائي الأئمة ومحاولاتهم طيب ما لازم نرجع نشوف ما الذي كان عليه محمد والصحابة نعم ونوثق هذا الكلام تماما من المراجع الإسلامية طيب ونحطه كده قدام الأحباء المسلمين وعليهم يرجعوا لهذه المراجع ويشوفوها هل صح نازل قالوا كده هل دي كانت سنة محمد طيب إذا كان أنت يا شيخ عبد الله بتتكلم عن فكر أو رأي أو فقه للإمام الشافعي وبتقول الإسلام طيب هو الإسلام الإمام الشافعي ولا الإسلام محمد والصحابة زي أنت قلت الكلام دا على كله أنتقل إلى هذا العنوان إذن ماذا كان هدي محمد والصحابة في وطء المسبيات المشركات إيه الهدي بتاعهم إيه المنهج بتاعهم السلوك بتاعهم شوف معايا كذا المغني على مختصر الخرق لابن قدامى وهذا ظاهر في إباحتهن ولأن الصحابة في عصر النبي هذه نبن نتكلم دلوقت عن الصحابة كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدت أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك مش عشان عبدت أوثان حنحرموا واحد اثنين في الجزء العاشر صفحة خمسة يقول في المغني على مختصر الخرق وقد دفع أبو بكر إلى سلم بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه وأخذ عمر والجزئية دي أنا قرأتها من شوية وأخذ الصحابة والحنيفية وأم محمد ابن الحنيفية من سبن بني حنيفة وبعدين يقول لك وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس دول الصحابة اللي حضرتك استبعدتهم فلم يبلغن أنهم اجتنبوهن وهذا ظاهر في إباحتهن خلي بالك من الكلمة اللي جاي دي خطيرة يبدي خلي بالك هنا الصحابة لو وصلتك الفكرة اللي أنا حقولها دي ياردت وتتعرفيني هذه الصحابة أخذوا من سبايا فارس ودول وسنيات ومارسوا معاهم الجنس خلاص ودول كلهم أخذوا ومارسوا الجنس بعد كده يجي يقول إيه ده هدي الصحابة لو لا اتفاق أهل العلم على خلافه أهل العلم بيتفقوا على خلاف محمد والصحابة دول الأئمة سؤال كيف كيف أهل العلم يتفقوا على غير هدي محمد والصحابة رقم اثنين ثلاثة في تهذيب أبي داود والحاشية يقول لك وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي من العرب وكانوا يطأهن بإذن النبي آدي هدي محمد بإذنه بإذنه إيه بقى ولم يشترط في الوطء غير استبرائهن لم يشترط إسلامهن لم يشترط أربعة في زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم يقول يعني جملة بصراحة عجبتني والجملة دي قاتلة من ابن القيم قاتلة لأنه رجل يملك دليل في هذه المسألة ويطالب بدليل فماذا قال قال لك وبالجملة كذا وبالجملة وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام اللي قلت عليه يا شيخ عبد الله منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية فالصواب الذي كان عليه هديهو هدي محمد لا لا بس لازم أقف هنا شوف بقى الكلام ده بالجملة بيتحدى ابن القيم بيقول لك لا نعرف في أثر واحد قط ولا واحد قط اشترط أو اشتراط الإسلام ما فيش منهم من الصحابة لا بالقول فبيقول لك الديني حديث أو الفعل ابن القيم بيطالب هل فعلوا كده الصحابة لا كانوا بيدخلوا على الوسانيات لم يشترطوا الإسلام قول لمحمد في قول لمحمد بيقول لك إلا الإسلام ما كانش لجيت المعركة دي ما فيش في وطء المسبية فالصواب الذي كان عليه هديو هدي محمد بقى اسمع الكلام إيه اللي كان عليه غير الأئمة وهدي أصحابه يعني هديو وهدي أصحاب الصحابة استرقاق العرب ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام أخيرا وليس آخرا في هذا العنوان أقرأ من زاد المعاد لكن المراد في الجزء الخامس ماذا قال قال فمقتضى السنة مقتضى السنة السنة سنة محمد وعمل الصحابة في عهد رسول الله وبعده وبعده قبل ما يجو الأئمة يغيره جواز وطء المملوكات بيقول لك إيه بقى على أي دين كن وهذا مذهب مش بس ناس يعني معينين زي ابن القيم وغيره طاوس وغيره وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته يعني مش واحد بس اللي بيقول كده فأهل العلم اتفقوا على غير اللي عليه نهج أو هدي محمد والصحابة جي الشيخ عبد الله عمل إيه جيه تكلم في المطلق أن الإسلام لا يبيح ومسك في حتة الأئمة وساب الصحابة نعم وفعلهم ومحمد وهديو ويتكلم في المطلق لا الجن الأزرق ولا بملك يمين ولا ولا مش ممكن يحصل ده نعم إلا كتابية أو تكون إيه أسلمين يبقى أهل العلم اللي اتفقوا على خلاف السؤال لحضرتك أنت بتتكلم باسم الإسلام في الفيديو وبتقول الإسلام بيقول الإسلام بيحر سؤالي لماذا أخفيت هذه الحقائق في مراجعك الإسلامية الموجودة في مراجعك الإسلامية وأخست من الشافعي وغيره من أئمة وضربت عرض الحائط بمحمد والصحابة فلو حضرتك يعني وإنت بتتكلم عن أوطاس هل كان يجب عليك أنك تخفي هذه وإنت بتتكلم أنك ما تجيبش الكلام ده هل كان في مشكلة أنك تقول ما الذي كان في عصر محمد والصحابة وما الذي تغير هل كان في مشكلة أنك تجيب رأيي الناس دول ولا تطلق هكذا إطلاق في الإسلام أهو الصحابة ومحمد رسول الإسلام كان عندهم غير كده تماما يبقى هل مين اللي يغير ومين اللي من حقه يغير في هدي محمد والصحابة جاءت الأمم المتحدة وقفت ملك اليمين والمسلمين قالوا حاضر سمعنا وقطعنا لما جاء داعش وشاف المسلمون اللي كانوا من سنة ستين ما شافوهوش فوجعوا هو ده الإسلام نعم إزاي السبية موجودة وتباع وتشترى نعم فبيخبوا الأشياء اللي يعني مش عايزينها تصار سؤال بقى هل من الطبيعي أنه يتشار رأي الأئمة ويتخبى نهج محمد والصحابة ده سؤال مهم جدا هؤلاء العمالقة اللي أنا ذكرت أسماء عندكم عمالقة دول مش دول مش ناس سهلين حافظوا سنة محمد والصحابة وهم يجاهرون بها في المراجع ويؤكدون أن الأئمة قالوا بغير ما كان في عصر محمد وصحابته بيأكدوا بكل شجعة يبقى إذن كلام الشيخ وسيم يوسف أنه في بعض الشيخ بيخبوا أدينا سمعنا الشيخ عبد الله مش بس خبه لا ده جزا بغير ما كان موجود يعني كان ممكن لا يتطرق إلى الأمر ويقول في فقه الشافعي موجود كده لا ده تكلم باسم الإسلام وتاريخ الإسلام نعم صحيح وأخرج من الإسلام نهج محمد والصحابة ما فيه ورطة فيه ورطة طبعا بلا شك فيه ورطة لازم يعني يطلعوا منها فهيطلع بإيه تمام عاوز بقى أن تقل إلى تجميع التحديات العلماء دول عندهم شوية تحديات كده حطوها فأنا جمعتها كأنهم بيتحدوا في هذه المسألة هؤلاء العلماء يتحدون على يقدموا لهم أثر يقدموا لهم دليل من محمد من الصحابة عن شرط الإسلام في السبيل المشركة يعني في الوقت اللي فيه أحاديث وفيه كلام إنه ده حصل وما فيش اشتراط للإسلام كل ده موجود وسابوا كل ده ومسكوا في حتة أولوها تأويل تأويل مجرد تأويل صحيح صحيح برضو للخروج من الورطة صحيح ما هي نفس الورطة صحيح عشان يطلعوا منها أولو والشيخ عبد الله اللي هو بيعتبر يعني زي ما بيقولوا يعني في مصر شئ وشويات ماسك في نفس الموضوع ورمى محمد ورمى الصحابة ورمى الأحاديث ورمى كل حاجة ومسك في التأويل بصي هو التأويل هي قضية الضعف لأنه ما في دليل نا لأنه لو في دليل ما كان يحتج صحيح القيم ولا غير قال حلاص هو الصحابة لما جوا وكانوا وثنيات قالوا لا استنوا في الأول لازم تسلموا نا ده خلاص يبقى ده دليل بقى أثر ده صحيح هو يعني التحدي ده تحدي تحدي موجود في الكتب للناس اللي بتقول غيره نا يعني هذه التحديات من هؤلاء العلماء اللي كان عنديهم شجاهة ومخجلوش وقالوا ده الحقيقة الموجودة في سنة محمد والصحابة نا هذا التحدي منكم وإليكم تحدي علمائكم تحدي علمائكم منكم وإليكم والكلام منهم ضد كلامك تماما يا شيخ عبد الله أنا خارج القضية تماما أنا قرأت واسمعتك ولما اسمعتك قرأت فوجدت غير ما قلت أنت في المطلق أنت أطلقت كلامك خلينا أقدم لك التحديات دي من الشيوخ عندك من علمائك أنا الموضوع أنا مش مسلم لا سني ولا شيعي ولا أشكر الله أنا مسيحي أشكر المسيح على هذه النعمة بص معايا كذا تجميع تحديات بعض علمائكم في المغني على مختصر الخرقي لابن قدام الحنبلي من أكابر الحنابلة تحت باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه جزء عشر أن رسول الله قال في سبايا أوطاس الموضوع اللي حضرتك اتكلمت عنه وهم عبدت أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك ولا نقل عن النبي تحريمهن ولا أمر الصحابة بجتنابهن شفت التحدي ده تحدي ده بيقول لك في موضوع طبعا أوطاس بيقول لك ما شافوا تحريمهم واحد لا نقل عن النبي تحريمهن ما عندناش حديث بيقول كده ده كلام ابن قدام ما عندناش الأمر التاني بيقول لك ولا أمر الصحابة بأنهم يجتنبوا هؤلاء عشان وثنيات ما حصلش أيضا هناك تحدي في نيل الأوطار للشكاني يقول أنه لا يشترط في جواز وط المسبية الإسلام ولو كان شرطا لبينه محمد لو كان شرط كان بيّنه يعني الناس دول بيدوروا على دليل بيبحثوا على دليل مش لقين دليل تحدي تالت في نيل الأوطار في السبل السلام شرح بلوغ المرأة للكحلاني الملقب بالأمير ولم يعلم أنه عرض على سبايا أوطاس الإسلام حضرتك بتقول أسلمنا بعضهن أسلم فبسرعة لحكت نفسك عشان تجيب بعضهن ليه لأنه أنت ما عندك دليل هنا بيقول لك بقى أصلا الموضوع ما حصلش ولا يعلم ما فيش ما عندناش أثر ما عندناش دليل لا نعلم واضح يا شيخ عبد الله لا نعلم ما عندناش أي دليل ولم يعلم أنه عرض على سبايا أوطاس الإسلام يكمل ولا أخبر أصحابه أنها لا توطأ مسبية حتى تسلم ما عندناش دليل ما كلمش الصحابة ولا يعرف اشتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد يا خبر ولا واحد ولا واحد يعني يعني شوف التحدي ده بتاع الأمير يقول لك لا نعرف اشتراط الإسلام في المسبية ولا في حديث واحد ولا واحد ولا واحد ما هو لو في واحد يكفي خلاص يكفي ثم يكمل في لسه كان في كلام هنا وبعدين يكمل يقول فقد عرفت أنه لم يأتي دليل بشرطية الإسلام أذهب لك إلى زاد المعادل بن القيم فماذا قال في التحدي زاد المعاد في هدي خير العباد يقول فلم يجئ عنه عنه ده محمد طبعا فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد ألبت جبونا ده ابن القيم هتولنا الكلام اللي بتقوله يا شيخ عبد الله كيف يتوافق مع هذا الكلام يكمل في التحدي جواز وط المملوكات على أي دين كنا جواز مباح على أي دين كنا يبقى إذن ما هو لو فيه دليل على من محمد أنه شرط الإسلام وجدنا وجدنا وكنا في هذا الكلام وما وجدنا الاستنكار ولا العراق بين الطرفين نعم عايز أذكر جزئية برضو لابن القيم في هذه الجزئية قال ابن القيم في جزء ثلاثة في زاد المعاد وبالجملة دي الجزئية القريتة من شوية وحضيف على حتة فلا نعرف في أثر واحد ده التحدي لنا جمعته من العلماء قط اشتراط الإسلام منهن لا قولا ولا فعلا في وط المسبية ما حصلش طيب إيه الصواب فالصواب الذي كان عليه هدي هدي محمد وهدي الصحابة بيعملوا كانوا إيه استرقاق العرب وبعدين ووطئ ما إهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام من غير اشتراط الإسلام ما كانش ده شرط على الإطلاق إيه رأيك لو عندك أي تعليق أنا عندي عندي مجموعتين أنا عندي مجموعة طبعا عندي على الرأس محمد والصحابة مارسوا شيئ ما مخالف للأخلاق جاء جزء هنا رفض الموضوع ده ما عجبهم ش التشريع شافوا تشريع غير أخلاقي وبتدوا يتهربوا منه وبتدوا يقولوا إنه ده ممكن يكون فيه تم النسخ والنسخ يعني مش بس بيقول إنه يعني ده كان موجود لا أنت أصلا نسخته ليه نسخته لأنك بتاعتدلوا طبعا النسخ طرع صحيح نسخته لأنك أنت شفته تشريع غير أخلاقي فحاولت ترتقي بيه شوي وتمنعه فنسخته جبت حاجة أفضل الله أعلم هي إيه فأصبح عندي أنا مجموعة بترفض التشريعات اللا أخلاقية لمحمد وده بيقول إن هم أشرف من محمد أنظف منه وعندي جزء تاني لا موافق وده هتقولنا دليل فيش دليل وده كان وده الهدي يعني أنا مستغربة على كلمة هدي أيها يعني المنظر البشع اللي إحنا شايفين وده هدي فهم مبسوطين بالهدي ده وعايزين وبيحاربوا في الجهة التانية إنه لا ما فيش كلام زي كده وإنتوا ما عندكمش دليل تمام خلينا أعلق على حتة أنت ذكرتها إنه كان وضع غير أخلاقي وحاولوا يجملوه حتى بعد ما تجمل هو غير أخلاقي بامتياز لأنه كيف يستوعب عقل بني آدم إنه يمارس الجنس مع امرأة ليست زوجته وده مش خطيئة ومش عيبة ومش غلط لا الجنس خارج إطار الزوجة نا ده زنة نا اللي بينام معاها النهاردة آسف في الكلمة والأحباء المشاهدين ممكن يستبرعه ويروح يبيعه نفس المرأة اللي كانت معاها لنفس الفراش بيروح يبيعه ده بعد يعني ده كان حاصل في عصر محمد وصدقابا نا بس أنا بتكلم بعد التجميل يعني حتى بعد التجميل هو غير أخلاقي يا أخي اعطي المسبية كرامة عايز تتزواجها تزواجها خلاص مهما يعني إذا يعملوا في الحق لأي شيء غير المهانة بتاعة إزلالهم يعني لو أنت جيد تقول لي طب ما الشعوب بيعملوا كده طب أنت حتقارن نفسك بالشعوب صحيح أنت بتقول عن نفسك دين وبتقول عن نفسك وحي تيجي تقارن بمين الشعوب أي شخص من أي ملة من أي دين يمارس جنس خارج إطار الزواج زاني أنت بتقول عن نفسك دين ما تقارن نفسك بشعوب طول ما الشعوب بيعملوا كده طيب خلاص ممتاز أنت قارنت نفسك بالشعوب يبقى ده المستوى بتاعك لا أنت تقارن نفسك به هل ده مستوى الوحي يجي بعد كده يحلل أي واحدة من السبايا يأخذها ويمارس معها الجنس زي ما هو عاوز بكيفه براحته وبعد كده نيجي نقول أنه ده يعني تشريع وده وحي وده دين كل ده كلام ما هو التشريع حجلانين منهم ما هم سبب لهم نوع من العار هو مش جادر بمرحلة يطلع يتكلم يقول ده موجود في الكتب ما هو زي ما قال لهم الشيخ يوسف صح اسمه أي هو الشيخ واسيم يوسف واسيم يوسف يعني بيخبوا صح بيخبوا صح وإلا وإلا إذا كان يعني يعني أنا مستغرب الشيخ عبد الله طلعوا وتكلم أنه ده الإسلام الإسلام لا يبيح نعم بس هم خب ده اللي موجود في الكتب نعم طيب يعني أنا اتفضل حتى لو كان موجود بافتراض وانت زي ما ذكرت موضوع النسخة حصل بافتراض فطالع تتكلم عن أوطاس أوطاس كان النسخة لسه ما حصلش انت تتكلم تقول الصحابة في أوطاس وهو النبي عمله كده ما كانش لسه فيه نسخ كان مفروض تقول ده الحقيقة لكن انت سبت محمد والصحابة سبت بتعطي كلام أنا عايزة بس برضو سؤال يعني يعني الناس اللي بتخبي المراجعة دي لأنك انت خجلان منها ولأنك انت شايف فيه تشريه غير أخلاقي من شخص بيقول إن هو نبي طيب انت قدام الرب الإله الخالق بقى احنا بنتكلم الديان بعد شوية انت حتقف تقول له ايه انا خبيت انا ما عجبت ليش هو الديان في عنده مدي له إباحة انه طالما لصالح الإسلام ما في مشكلة انت لصالح الإسلام لنصرة الإسلام ما هو ماشي ده بعدين ده وهو بتكلم طب انت انت لنفسك يعني هو ونفسه لما هو شايف انه ده تشريع غير أخلاقي هنا المفروض فيه نقطة ويقف ده تشريع غير أخلاقي ده من شخص بيقول عن نفسه أنا نبي وجايب لك تشريع غير أخلاقي وانت خجلان منه انت المفروض تقف مش انت لسه رايح تبرر ما فيش بعدين صحيح خلينا ننتقل إلى عنوان آخر فضل الشيخ بيقول انه أسلمنا بعض أسلمنا طيب إذا كان في أسلمنا كان موضوع كان انتهى وخلص ده بيقول لك تأويل النووي انت من شوية سمعت وقال لك ده تأويل انت ما عندكش دليل في سبل السلام للصنعاني أنا لسه عندي مادة بالمناسبة بيقول ولم يعلم أنه عرض على سبايا أوطاص الإسلام طبعا فيه كلام كثير في هذا الأمر لم يعلم لا يوجد دليل وإنما يوجد تأويل ربما بيقولوا نأول كده احنا مضطرين لهذا التأويل وده باعتراف النووي وباعتراف التاني بيقول لك ده عكس اللي كان يعني لو لا اتفاق العلماء على خلاف ما كان طيب فإذا احنا هنا في يعني لا قرآن لا رسول محمد لا صحابة كان عندهم دليل بأنه الناس دي أسلمنا اللي هما سبايا أوطاص بالعكس يا شيخ عبدالله رشدي اللي بيحتج بأنه مباح وط السبية المشركة بيرجع يستشهد بأوطاص تخيل بياخد أوطاص حجة إنه هنا في أوطاص دي الحجة بتاعتهم نعم في أوطاص دي الحجة دليلهم يرجع لسبية أوطاص كحجة لي ويحتجون بموارسة الصحابة الجنس مع الوسانيات بملك اليمين وبإذن محمد في أوطاص أنا مش هعني مش هعيد لكن أنا عندي جزئية دي سنة محمد حسب كلام العلماء أنا يعني ده مش كلامي سنة محمد هذه محمد ذكرها كده نعم والصحابة واللي بعده وإنت أتيت بآراء الأئمة وتجهلت سنة محمد والصحابة السؤال لماذا لم تقدم سنة رسولك محمد وهي موجودة في مراجع إسلامية أنت عارفة لماذا أخفيتها لماذا لم تقل أنه لا يوجد لدينا ولا أثر واحد يؤكد أن وضع وضع الشرط الإسلام إسلام السبية شرطا لممارسة الجنس معها لماذا قلت كده لماذا قلت مثلا أنه جاء الأئمة بعد ذلك ووضعوا في فقههم كذا وكذا وكذا فمن نصدق أنا أصدق الشيخ عبدالله رشدي ولا أصدق هؤلاء العلماء اللي بيقول لا محمد والصحابة كانوا كذا أليس من حق المسلمين أن يعرفوا هذه الخفايا طبعا فإذا كلام الشيخ وسيم صح في ناس بتخبي ينطبق على حضرتك هذا الكلام ده أنا بحطه لك سؤالك عايزه ينطبق عليك طب ما هو شايفه أنا انطبق عليك خليني أشير لحتة قالها الشيخ عبدالله في الآخر وقال لك إيه السبية حبة الإسلام ومش عايزة ترجع لبلاد الكفر تاني طيب وده ده كلام برضو يعني كلام منطقي يا شيخ عبدالله خلينا أولى في السياق كذا كويس ده كلام منطقي يعني سبية جات وقتل أهلها وبعدين اتاخدت وبعدين خد واحد وبيمارس معها الجنس لأنا هفترض إنها أسلمت على كلامك ومارس معها الجنس و هي شايفة نفسها جارية يعني غيرها غير وضعها في البلد بتاعتها ليه ما ترجعش البلد ليه والإسلام ما هواش العقيدة بتاعتها ليه أنت افترضت كده خليني تحت العنوان ده محبة السبيع للإسلام وعدم رغبتها في الرجوع إلى الكفر ده الكلام اللي برضو جزم بي الشيخ إنها مش عايزة ترجع لبلدها أنا هوريك فيديو لوحدة وأنا آسف وحدة يزيدية تم اغتصابها من المسلمين في الخلافة الجديدة اللي كانت موجودة بتاع الداعش وبعدين لما يعني طلعت وتقبض الشخص أنا عايزك تشوفه مزلول إزاي واقف مع أنه طبق شرع الإسلام ما عملش شيء طبق شرع الإسلام والستة قاعدة قدامه بتقوله ارفع رأسك مش قادر يرفع رأسه المسلم اللي طبق شرع محمد أنت بتدعي أنه السبية مرتاحة وممتازة وما خلاص أسلمت طيب خلينا أوري لك الفيديو ده وأي شخص عنده زرة إحساس سيدرك على الفور المصيبة اللي فيها الستة دي وأنا مش حاخذ الفيديو كله لأن هي في الآخر أغمى عليها أنا حاخذ جزء منه خمسين ثانية خلينا نشوف فيديو ثلاثة ونرجع أبوما أرفع رأسك ليش أنت ساويت في للك ليش لينا يا سبي أنا أرفع عشر سنة لما أنت تسابتيني أرفع رأسك أنت عندك أخذ عندك أحساس وعندك شرب أعني كنت أربعة عشر أنا عمر بنتك أو أبنك وعمر أخذك أنت دمرت حياتي أخذ مني كل شي اللي أنا أحلم فيه هذا يكفي من الفيديو لكن هو قادي السبي يا شيخ عبد الله رجدي ما عادتش عند في الإسلام الحلو اللي أنت بتتكلم عنه رجعت لمكانها وشعبها ودينها وعالمها أول ما لجت الفرصة ورجعت خلاص لأنه ما هيش لاجه يعني أحسن من مكانها وبلدها وشعبها أنت أنت افتردت افتراضات بس أنا عايز كنت تشوف الشخص اللي مارس شرعة محمد واجف مزلول بتقول رفع رأسك مرتين زمان كان عامل فيها أسد لما كان هو الوحد ومعها عامل فيها غضانفر بس شوف دلوقت مزلول إزاي لما يقف قدام الحقيقة لما يواجه هي دلوقت حتتين قولي قبل ما تجرح حتتين عشان بس الجزئية دي يعني على أنه السباية أحبة الإسلام أنا عايز يعني أعرف لو يتكرم علينا الشيخ عبدالله رشدي يطلع لنا مين من أحرار العرب مش سباية أحرار العرب حب الإسلام هل في أحرار العرب شفنا 23 سنة البعثة بتاعة محمد مين في أحرار العرب أحب الإسلام عشان تجي السباية اللي هي يعني هو اللي يبقى الأحرار حيكون حر هو جاعد بحريته جاعد سيد وأسلم وقاعد هو سيد تجي السباية اللي قتل أهلها وتشردوا أطفالها ويمكن اتاخدوا منها واتباعوا في حتة تانية غير المكان اللي هي موجودة فيه واستخدمت بالشكل يعني المقزز وبعدين هي حبة الإسلام حبة الإسلام وحبة المسلمين اللي بيعملوا فيها وحبة محمد اللي جاب لها التشريع ده مين ممكن يكون مين يصدي يعني هو بيكلم مين يعني أنا عايزة أفهم هل في مسلمات ممكن يقبلوا الكلام ده هل لو تعامل الكلام ده في المسلمات حيحبوا الدين اللي عمل فيهم كده لو تعامل في أي شخص يهمه يهم مش الشيخ عبدالله رجدي حيرضى يعني حيكون مبسوط يقول لك خلاص هم جول الدين ده وحبه كده ده صح مش حيرضى مش حيرضى بس خليني هنا في هذا الإطار في زاد المعاد لابن القيم بيقول لك إيه ولم يكن للسبيات دول لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا لم يكن لهن يعني هو بيقول الشيخ عبدالله إنه دول أسلم هنا بيقوله دول لسه أوطاس ده الناس ده الصح يا دوب دي اللي أبوها مكتولوا اللي أخوها مكتولوا أنت جاي تتكلم على الإسلام طبعا لسه ما عندهمش محبة للإسلام ما فيش الحتة الثانية اللي لفتت نظري فيه المستدرك على الصحيحين في موضوع صفية صحيح لما دخل رسول الله بصفية بات أبو أيوب على باب النبي ليه بات إيه اللي في مخه حلل الكلام فلما أصبح فرأى رسول الله كبّر ومع أبي أيوب السيف فقال يا رسول الله كانت جارية حديثة عهد بعرس وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك فضحك رسول الله وقال له خيرا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها البخاري ومسلم يعني موافق الرسول موافق على الحراسة دي بس موافق هو في النهاية هو أبو أيوب ليه أعمل كده هو عارف أن السبية دي مش ممكن هتكون مرتاحة طبعا وواجه محمد قال له أنت قتلت أباها وأخاها وزوجها نعم طيب وبعد كده مستنية تحب الإسلام يعني وتقول ده الدين اللي ما فيش بعد كده على كل الأحوال يعني لب الموضوع يا شيخ عبد الله حضرتك طلعت فجزمت فأطلقت أنه هذا هو الإسلام والإسلام لا يبيح مع أنه كان مفروض تواجه الأحباء المسلمين من حقهم يعرفوا أنه عندك في المراجع أمور أخرى ضد ما قلته أنت تماما وعكس الإطلاق وعكس أنك بتقول يعني وكأنه ده الأمر ده في تاريخ الإسلام وطلعت من التاريخ محمد والصحابة طيب تسمح لأخذ بعض المداخلات بسرعة طيب خلينا ناخد أمين من فينلند فينلند ألو أمين أيوة ألو سلام ونعمة سلام ونعمة أهلا بي أهلا بي أهلا بك أخ أمين أعوز أشكر الأخ وحيد يعني كثيرا كثيرا والأخت فدوى وأنا أشكر الرب يسوع يعني منحكم منحكم الروح القدس علشان يعني استعملكم علشان ساعدونا نحن المسلمين اللي كنا عايشين في الضلهاب وجابين السيد المسيح إلى النور أشكركم جزيل الشكر أشكر الله يا أخ أمين أنا أحبك في المسيح كثيرا كثيرا وأحب الأخت فدوى كثيرا كثيرا أيضا الله يباركك يا أخ أمين أنت من خلفية إسلامية حضرتك يا أخ أمين أيها أنا من خلفية إسلامية والرب أنقضني يعني وأنتما كنتم كنتم سبب برقة يعني برنامج دليل وسؤال جريء وشخصيات كتابية برنامج شخصيات كتابية وأنا أشكركم كثيرا كثيرا وأنا جد مصرور لأن الله أعطاك 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 زوجة فاضلة وكما يقول كما يقول سفر الأمثال البيت والطروة ميرات من الأباء أحبا زوجة المتعقلة من عند الرب صح أرصد بركم لا تصور يا أخي وحيد كم أنتظر بكامل الشوق يوم الإثنين علشان أحضر للبرنامج باركة كبيرة لنا يا أخي شكرا وأنا كنت أتابعكم تقريبا سبع سنوات لأنه أنا الآن سبع سنوات وستة شهور وأنا في المسيح أتذكر وصححني لو كنت خاطئ أنا أتذكر أنه كان يوم الاثنين ويوم الثلاثة مزبوط مزبوط كان عندنا حلقتين كلامك صحيح اثنين وثلاثة شكرا 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 بشكر الله من أجلك يا أخ أمين رب يبارك حياتك ويستخدمك ويسملك أنت كمان عشان توصل كلمة الحق شكرا لك يا أخ أمين وأنا دائما أمين وأنا دائما لما لما أنتم بتخلصوا البرنامج وبحب دائما ألو جطعت المكالمة طيب طيب خلينا ناخد إدوارد من أمريكا ألو كل سنة أنتم طيبين بمناثرة صوم يونان أهلا بيجا أهلا بيجا أهلا بيجا وأديكم الآية الجميلة دي لأحبائي بلابل الجنة أنتم تسموكم بلابل الجنة وقعوا قادر أن يجعل كل نعمة تفيد عليكم أمين حتى يكون لكم اتفاق كل في كل شيء أمين وكل حين فتفيدوا في كل عام الصالح أمين رانسة الثانية ثمانية تسعة شكرا شكرا لك أول شيء في أول حاجة أقولها للدكتور عبدالله رشدي في حكمة حلوة جدا بتقول إيه ممكن تجذب على بعض الناس بعض الوقت وتجذب على أغلب الناس أغلب الوقت لكن مستحيل تجذب على كل الناس طول الوقت صح نزبوط إيه أول حاجة الحاجة التامية الحكاية ظهرت وبانت وما عادتش فيه أي مجال لأننا نتخفي أو تختفي الحقيقة ظهرت ما عادتش فيه أي حاجة تقدر لأن أنت تحاول تخبيها العالم كله أعرف وبعد كده أنت بتتكلم على موضوع أجبع بحسن وفيه عندك أربع حاجات واضحة وضوح اجتما هقولها لحضرتك عشان يمكن لو كنت ناسي أفكرت أول حاجة خالد بن الوليد أخذ سابية وقتل زوجها مالك ابن نويرة وقاطع راسه وطبخ ودخل بيها فجه للنبي وبعد كده ما أخذش رقابة لأي شيء الحاجة التانية النبي نفسه تجوز صفية بنت ما تجوزت دخل بصفية بنت عيي وقات بعد ما قتل جزها وأبوها وأخوها وراح اللي بيجبها له بيقول له أنت تعبتها لما دخلتها بين الجزء ده بتتكلم على إيه يا ابن الحلال الشيء الثالث وأوضح مثال والعالم كله شافه وزول وشاف حقيقة الإسلام البشعة في داعش داعش نفذت تعاليم الإسلام بالكامل ما فيش أي حاجة عملوها إلا ما فيه مرجع والدليل على كده 400 عالم في النظر ما استطاعوش أن هم ينفوا هذا الكلام ولا في التماع ولا قالوا أي حاجة صحيح دكتور عبد الله بيع بوضعتك لحد طيب بس علشان شكرا لك عزيزي إدور عشان الوقت الرب يبارك حياتك بس هو شكرا لك شكرا لك يا أخي هو القضية مش في الكتابيات القضية في المشركات وبالمناسبة أنا بس بغير كلمة الجنة إلى ملكوت السماء لأنه طبعا حضرتك عارف ما عندناش جنة الأمر الثاني بسرعة صوم يونان بالمناسبة ناس اللي بتصوم في ناس مكرسة يصوم ثلاثة أيام من أجل الصين ومن أجل الشرق الأوسط السلام ومن أجل الأماكن فيها مجاعات وحروب وأوبئة وقلاق الطبيعية وكوارث طبيعية وقلاق ناس مكرسة ثلاثة أيام أنا وفد ومشاركين معهم ناس كثيرة حول العالم في أماكن كثيرة الثلاثة أيام القادمة بدأ من النهاردة الاثنين والثلاثة واربع بنصلي من أجل كل الناس من أجل الإنسان مش مهم دينه ولا لونه ولا عرقه بنصلي من أجل سلام الإنسان من أجل أن الرب يتحنن على خليقته ويرفع الكوارث الجديدة اللي احنا بنشوفها ربي بارككم طيب خلينا ناخد جيرجيس من أمريكا ألو سلام أهلا 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 ويستخدمكم والمجد والخدوص أنت وبونا زكريا ورشيد وأندرو كل اللي بيمجده إسم الله أنا بس عايز أقول عبدالله رجدي أولا عبدالله رجدي ما هو الدكتور اللي من الأصل إنه كذب لما قولوا أنت ما أخذكي دكتوراه قال ما أستنى بحضر طبعا يبدو أن الكذب عليك يعني ده بيطبق النبي أبعالهم بكذب الحاجة الثانية اللي عايز أقولها العبدالله رجدي اللي بيسموه مجانس اللي لابس بص يا أخا بص يا أخا جيرجيس أنا بطبيعة الحال بابتعد عن شخصنا القضية أنا لي الفكر لي الكلام اللي تقال فأنا برحب بكل مداخلاتك على الموضوع تفضل اكمل الأخ بيقول أنها يعني لو كانت مسلمة أو كتابية يحل بيها الزنا أنت بتطيع يعني بتزني بيها يبقى الحالة دي المشريكة أنطف أن هي يعني ممكن تقوله لا أنا مش هسلم حتى لو قتلتني أنت بتنقض نفسك يعني أنت بتحلل الزنا عايز فتوى عشان تزني بمنطق يعني مش فهم يعني شكرا لك أخ جرجس لأنك أنت أثرت حتى حلوة خليني أعلق عليها أوصلها بطريقة معينة شكرا حتى حلوة شكرا الله يبارك شكرا لك الأخ جرجس أثار حتى مهمة يعني الشيخ عبدالله رجدي بيقول لإلا تكون كتابية وطبعا لو أسلمت وبعد كده يعني يعني هنا أنت مش عايزة وثنية يعني إلا تكون كتابية نعم طيب أيهما أيهما يعني الكرامة يعني لو كان كتابية تزلها دي أنت الكتابية بتقول تحترمها نعم طيب الكتابية دي هي اللي تكون ملك اليمين نعم صح شيء في منتهى الغرابة يعني أنا عايز عندك لو عندك مداخل عندي عندي نادية أعتقد من أمريكا آه ألو سلام ونعم ليكم سلام ونعم أهلا بيك أنا هتكلم بسبع عشان وقتكم الغالي سمين أنا الحقيقة عندي نقطة مهمة عاوز أقول الإسلام البحيري المنطق اللي أنت ماشي به يمكن مقبول أنه مهزب لكن أنت بتجمل الإسلام بتجمل الإسلام يا أستاذ إسلام أنا أحب قوي لو كنت واضح أكتر وتوضح حقيقة الإسلام أنت من بعد ما طلعت من السجن كل همك تجمل الإسلام بزوء وبشياته وووو أما المدعو الأخ عبد الله طبعا هو معروف أنه هو مدلف وبعدين لقى ما فيش فايدة بقى من كف ومش كف وعاوز برضو هو لآخر يجمل الإسلام يعني يعني زي ما يقول أنا اللي أجذب بل أجمل اللي طلع الصح وواضح مع نفسه متصالح مع نفسه شيخ اسمه النشط طلع وطالب شيخ الأزهر الطيب وقاله اعتذب للعالم أجمع إنها ما كانتش غزوات دي كانت فتوحات يا شيخ الأزهر ودي مهمة جدا العكس بقى العكس مش كانت فتوحات كانت غزوات كانت غزوات أنا أشكر لأن الحقيقة فرحي بهذا الشيخ العظيم اللي أعلن مرة حقيقة نسمع كلمة حق من فم الشيخ وياريت شيخ الأزهر يدبع هذا المنهج لأن الناس خلاص اتفادحت أو الإسلام اتفادح اتفادح وما فيش أي سيدة انهم يخبوه ولا يكملوه شكرا شكرا لك أنا أخليني بسرعة لو سمحتيلي طيب اتفادح عايز لو في حد يعني معنا في الاتصال ما في مشكلة بس خليني أشوف فيديو للشيخ وسيم في موضوع ملك اليمين نفسه للشيخ وسيم يوسف ونرجع مرة أخرى وركزه في الكلام خليني أشوف فيديو رقم أربعة ونرجع كثيرة كثيرة هم عندهم أن الجارية عورتها من سرة للركبة عادي البنت تمشي وصدرها طالع والناس يشوفونها لهم كرامة موجودة في كتب الفق بس هم يحبون يتكلم بهذا الأمر موجود هل دا موجود عندك يا شيخ عبد الله رشدي ولا لا موجود عندك الجارية كده عورتها من السرة للربة موجود وأنا قرأته وقدمناه هنا كثير يعني هل دا هو اللي حتحبه المسبية السبية وهي حتشوف نفسها كده أنت بتقول أنه الرسول قال ما تأزوهم طب هي ما تأزيه وما تشتمه طيب وهي كده دي كرامتها كرامتها فين إنسانيتها فين شوف فيه صور لحد النهاردة مأخودة من الوقت اللي كان لسه العالم الإسلامي عايش بالفكر الإسلامي القديم اللي هي السبية تكون في البيت عورتها من السرة للربة وفيه صور وفيه صور أي مسلم دلوقت يدخل يكتب السبايا ويشوف الصور حيلاجي الصور اللي أنا مقدمها دي لأنه أنا جايبة من هناك ودول ملك يمين دول دول ملك يمين كانوا عايشين مع المسلمين فيه صور لقيتها متغطية يعني مغطين الأجزاء اللي مفروض ما تكون الظهرة وأنا غطيت جزء على قدري ما أقدر وفيه اللي هو صور فلو كان فيه أقل من 18 سنة فيعني يريد ما يشوف الصور دي يقول لك العورة من الرقبة من السرة للرقبة دي بنت ملك يمين بترضاها على بنتك يا شيخ عبد الله الشيخ قاعدة هو ولا همه والبنت عارية تماما 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 ولأنها لسه صغيرة يعني حيعمل لا إيه من الصور للرقبة ملك يمين فبتغسله يديه ودي ملك يمين برضو زي ما حضرتك شايف ودول ملك يمين برضو وطبعا الجسم فوق متغطي علشان هم مش لابسين وده فقه الإجرام السبي وملك اليمين في الإسلام الجملة دي الحقيقة أنا ما كتبتهاش هي موجودة عن نت كده لما هتفتحوا الصور هتلاقوها زي ما هي كده العمل حط الكلام ده وحاول يغطي بالكلام بعض أجزاء من جسم المسبيات هذه فقه دول ملك يمين عاشوا في العصر الحديث بتاعنا يعني أنت تعرف لحد سنة الف تسعمية تلاتة وستين حسب ما تذكر خمسة وستين السعودية كان فيها ملك يمين والحد النهاردة عنديكم دولة إسلامية فيها أكثر من خمسين في المية ملك يمين النهاردة اليوم دي ملك يمين أنا برضو آسف يعني حبيت أغطي الصورة على قدر ما أستطيع هي دي برضو ملك يمين إذن فيه في الفقه الإسلامي فيه إزلال للسبيا فأنت ما ممكن ببساطة يا شيخ عبد الله بتتكلم أنه ملك اليمين يعني هي أعدى وحبة الإسلام ما فيش عاقل مع احترام الحضرتك يعني يقول أنه المسبية ممكن تكون خلاص حبة المكان اللي هي فيه مهانة بالشكل ده عارف لو زوجة يمكن ومش بسهولة برضو حتاخد وقت عشان تتعود على المكان تقبل لكن لو ترك لها الحرية ما فيه مسبية في الدنيا حتقعد تقول أنا عايزة أقعد مع الشعب ده نذر ما يندر لكن الطبيعي إنها عايزة ترجع لشعبها وناسها وأهلها فلو كانت زوجة إلى حد ما هتكون محترمة مقدرة لها حقوق معينة لكن ملك يمين والطريقة دي والحقوق بتاعتها المهدرة وممكن تتبع في أي وقت ده كلام أعتقد يعني ما فيش حد هيكون مبسوط به فإيه رأيك أنت أنا زي ما قلت لك أنا طبعا متفاجأة بالشيخ عبد الله بالكلام بتاعه صراحة يعني أنا استفزني جدا الكلام بتاعه أنه المسبية حبة الإسلام جدا لأبعد درجة لأنه ده كلام ما يتقلش للأطفال يعني عشان أنت تطلع تكلم تكلم ناس عقلاء تقول لهم الكلام ده طيب خلينا إذن نعمل كلامك مظبوط أنا باتفق معك خلينا نعمل ملخص دي الكلام اللي احنا ذكرناه في الحلقة تفضل أولا كان ملخص الشيخ عبد الله رشدي أنه الإسلام لم يبيح لم يجيز للمسلم أنه يطأ السبيا ولو عملت له الللي لا بملك يمين ولا أي ولا أي ولا أي ولا بجنة أزرق هو الموضوع مش محتاج جنة أزرق جينا لما وصلنا دخلنا المراجع الإسلامية لقينا أنه ما فيه شرط الإسلام الإسلام ليس شرطا نعم على الإطلاق جينا بعد كده لقينا أنه هناك فرق ما بين عصر محمد والصحابة وما بين اللي عملوا الأئمة ففي عصر الصحابة ومحمد والكلام أغلبوا عن أوطاس أنه كانوا مشركين وكانوا وسنيات نعم فلا في أثر نعم ولا في دليل ولا في حديث واحد ألبتها نعم ده كلام العلماء بيقول أنه النزل أسلم النساء نعم لكن فيه تأويل وصراحة النووي كشف الموضوع قال أنا عارف الشافع بيقول كذا نعم لكن إحنا مضطرين نأول لابد من تأويل الكلام على أنهن أسلمنا وجبت أنا رد الشوكان عليه نعم وجبنا موضوع رد ابن القيم بعد كذا لجينا فيه محاولة توفيق بين القديم والجديد ويقول لك أنه ربما أسلم أو ده كان موجود واتنسخ وكأنه هو مصلا اللي بيحاول أحيانا بينسى نفسه أول ما تقول أنه كان اتنسخ يعني كان موجود نعم أنت اعترفت أنه إذا وإنت بتدي حل أنت بتؤكد أنه هو إيه كان أصلا موجود كان موجود وكان سيء واكتشفته أنه هو سيء فروحته تحاوله يعني إيه ترتقه شوي صحيح وبعد كده رحنا جبنا هدي محمد وبعد كده شفنا التحديات نعم وشفنا الأخت اليزيدية وإيه اللي اتعامل فيها دي أعتقد واحدة من آلاف يعني زاقوا الأمرين في العصر اللي احنا فيه ده نعم صحيح صحيح فأنا يعني عاوز برضو أستغرب شوية مع الشيخ وسيم لأنه الشيخ وسيم ملك اليمين ده قرآن أنت ما عندك فيه فرصة نعم ما عندك فرصة أنك ترفض فأنا هشوف فيديو للشيخ وسيم وفيه بيقول كلام غريب غريب يعني أنا بحس أنه هو إنسان بيفكر في الآخر نعم فخلينا نشوف فيديو رقم خمسة ونرجع مرة أخر أنا تربيت بينهم ودرست على أيديهم أنا نسان تربيت مساجدهم ودرست على أيديهم وكثير أمور كنت غير مقتنع فيها بس لا أجر والله أخاف كنت لا أقتنع بمسألة الجواري كيف أنا كأمة إسلام أدعو للفضيلة والعدل أذهب أغزو قرية وأخذ حرمة حد واختصبها أنام معها أجامعها وأطالب ابنها يسلم أنا أحط نفسي في المنهج أنا ما كنت أقتنع بس مطالب مني أدرس هذا المنهج مطالب مني مطالب مني أن أقر لأنك كالطبيب لا أقتنع هذا العمل يمكن أن تموتها بس هو موقع ورقب أموت فكنا دائما كنت يعني مثلا تخيل أنا مسيحي ودخل علي جيش المسلمين يلا أخذ أمي أمي لأنا مسيحية أصبحت جارية خادمة ويجامعها آخر الليل علمت؟ وأنا كمسيحي كيف أدخل في الإسلام وأنا أرى امتهان عرض أمي أمامي فأنت لا تأتي تطالب شاب أخذت أمه أمام عينه لأنا مسيحية وليهودية ونأمعها ذاك المبجل وجامعها وأسمع صراخ أمي في الليل ثم تريد مني أن أدخل الدين وتقول لي والله هذا الدين لكن السبايا لو جاءت حملة مسيحي ويأخذ أمي ويجامعها وأنا أشغل عند عبد ويريدني أدخل دينة ودين الله أن جعلهم عبيد لنا لا يا حبيبي ما أحد عبد لحد هذا موجود في أفكارنا جيزا ببساطة الموضوع واضح أنه الشيخ عبد الله بيقول السبيع حبة الإسلام وهنا ذا كلام منطقي يعني شاب بيشوف أمه أو أخته أو قدام عينه وأنت عايزه ببساطة أنه هو يقبل هذا الأمر ويحب الإسلام ليه لأنه ده الإسلام بقى لأنه مش ممكن يرفض الإسلام المحنى بقى مع الشيخ عبد الله وسيم وبعدين إزاي وده قرآن ده قرآن أنت مش هتعرف مش هتعرف تجمله ولا يعني أنت بتجمله في الأحاديث هتعملوا إيه في القرآن دلوقتي يا شيخ وسيم على كل الأحوال ده كانت الحلقة بخصوص كلام الشيخ عبد الله رجدي في أن السبية كانت توطأ في عصر محمد والصحابة وسنية كتابية مشركة بملك اليمين ربي بارككم دون شرط الإسلام نعم شكرا لك شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كتير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر